موسيقى فجر تحكيمي ومازالة تحكيمية جديدة باستاذ الأهلي والسلام تنتهي بتعادل الأهلي وفاركه بدون أهداف هنبدأ باللي حصل في آخر الموراة مع كابتن ناصر عباس نورنا كابتن تحياتي لي كابتن أيمن تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة نادل الأهلي في كل مكان تحياتي الكبار كابتن شريف عم منهم كابتن علامة هوب كابتن عالد أبرحمن كابتن من الأهلي هارد لك نادل الأهلي نهارده كابتن أيمن أولا نحزين جدا 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 على اللي بيحصل من التحكيم ضد نادل الأهلي هو فيها كابتن يعني أنا حزين جدا 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 وبعدين الناس بتزعل جدا مننا والحكم بتزعل لما بنتكلم على التحكيم الأجنب هو ده مخطط ولا ده إيه بالظبط يعني حضرك قبل كده قلت لي إيه قلة خبرات أنا قلت حول الجبال مش قلة خبرات بالظبط كل ماتش لا اللي جوايا هما بيأكدوه بس كابتن عشان برضا كلامنا يبقى يعني مش مرسل هنتكلم على الحالات التحكيمية ولكن لأنا شافوا النهاردة كابتن علاء النهاردة اللي حصل النهاردة من التحكيم لم يسبق إن النادل أهلي النهاردة شاف الظلم التحكيم دوت خلال السنين فاتت كلها فاق الوصف أول مرة النهاردة نشوف بجد ظلم تحكيم بيّن ووضع كابتن أيمن من خلال الحالات المعانا لما يجي نتكلم على الحكم الأجنبي أنا يعني هاخد مقارنة بس كابتن أيمن في الحكم الأجنبي في الهدف الثاني اللي جيه في مواش زمان الكوبيرميز في حكمتين اتنين دكت الحكم المساعد تمركزه ثم استئناف اللعبة خلي بالك الهدف ده كان صعب جدا جدا حكمتين كان رقم اتنين عمل مباراة وعمل هدف يمكن لعبة بالضبط زي اللعبة ده كابتن أيمن المشكلة هي نفس الأدوات اللي هم بيشتغلوا بها الأجنب هي نفس الأدوات اللي احنا بيشتغل بيها في الفار هنا في مصر أنا هجيب اللعبة بس كابتن أيمن نجيبها ونشوف هل احنا مقتنعين بالخطوط اللي اتعملت هذه الخطوط ده كابتن شريف احنا اللي شفناها ديت أنا أمر مرة شوف خطوط تتعمل بهذا الشكل نشوف الخطوط اللي موجودة جات هنا بيرسي تاوبستيلم هنعفتح في تمركز رائع جدا 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 بالضبط تعال بقى شوف شوف هنا عبر يعني أنا يا بلال يا جماعة خليكم بس معاي تعال شوف الحكم مساعد هنا هفتح ده حكم دول شوف تمركزه في اللعبة الأول كابتن كابتن أيمن شوف تمركز هنا هنا مع آخر تاني مدافع بالضبط مع آخر تاني مدافع طب أنا أقول لك بلاش الخطوط بلاش الخطوط اللي اتعملت من الشكل هنا كابتن كابتن في خط يتعامل من نص العيب أنت أنا النهاردة بس كابتن أيمن بس ربق واحدة بحت عشان نوصل الناس يعني إيه الخط ويعني إيه الخط ده معمول ده ده مش مكنع لأي حد تماما لكابتن بلال احنا بناخد من آخر نقطة المفترض أن أنا باخد من عند الكتف يعني الخط ده مفروض بيجي وبيجي من الكتف هنا عندنا اللاعب اللي هو اللاعب فارقه الخط مفروض يجي من الكتف وبالتالي أنا شايف شايف أن الخط من وجهة نظري الخط مش معمول بشكل صحيح وأن هنا لحظة استلام بيرسي كان في مواقف سليم لحظة استلام الكرة كان في مواقف سليم واللي بيأكل على كلام ده الحكم المساعد ولكن حتى أنا ما عنديش قناعات يا فارق بالخط اللي أنت عامله لا ديني الخط يا كابتن تاني بعد إيه ممكن ترجعلي الخط تاني معلش يا كابتن أنا عايز أقول لحضرك حاج هو الحكم اللي برده اللي على الفار بالضبط ما يعرفش راجباته إيه والمفروض يا كابتن هو حكم الفار إنت عارف إحنا خدنا قدي وقت إحنا اللي هو دي في ديئة سبعين استأنفنا في ديئة أربعة أشب أربعة دقايق وإحنا مش عارفين نصبت خط عشان نبين الهدف من صحة الهدف أبن عدم أكد بن بلال في الوقت الحجام الأجانب بنفس المعدات اللي موجودة هناك في الملعب هي هي نفس المعدات في نفس الكاميرات استنفوا اللعب بعد نص دقيقة بالضبط مسافة ما اللعبها رجعت هو رحمة صند وفي الآخر يقطع من نص جسم اللعب في الآخر أنا ما عنديش كناعة بخطة لكابتن أنا شايف أنه هنا ده أنا من وجهة نظر على مسؤوليتي هدف سليم يا كابتن بلال هنا النادي الأهلي بيحرم من هدف سليم في وقت صعب أعتقد النهاردة التحكيم كان ليه دور في يعني عدم فوز النادي الأهلي لو أكلم بأمانة مش مجاملة مش اعتقاد متأكيد خلينا بس أتكلم أنا لسه في حالتين تاني كابتن أيمان ولكن هي أساس الحالات التحكمة النهاردة هو الهدف ده ليه كابتن هنا الهدف أنا شايف أنه هدف سليم أنا أفتح في تمركز رائع الخطوط أنا مش مقتنع بها تماما يعني أول مرة أشوف خطوط للتسلل في هدف بالشكل ده نحن قلنا دايما الخطوط بيتيجي من على الكتف أو من على آخر نقطة كابتن سواء من الرأس أو من الكتف الخط جاي من نص اللعيبة يعني من نص اللعيبة وده ما يكنعش أي حد موجود لأ وفي حاجة كابتن ما عليش أنا عايز برضه كده هنا ما عليش هو اللي على الفار متعمد يعمل كده وحقول لحضرك ليه بس ماشي لأنه عارف إن دي حالة تسلل مظبوط الحكم الرئيسي اللي في الملعب مش هيرجع له لأ طبعا الحكم الرئيسي مش هيرجع له وهو متعمد يديله الخط مش هيرجع له هو بقى متعمد يجيب الخط ده ومتعمد إنه هو يلغيها لأن دي حالة تسلل الحكم مش هيرجع لها بس الطبيعي إن في تسلل الفار هو اللي بياخد الكرار عليه دي حقيقة مكانية يا كابتن أيم دي مش حقيقة تقديرية دي حقيقة مكانية الفار بس هو اللي بياخد اللي فيها الكرار أحمد غضل مش هيروح للفار زي ما حتى قلت كده ودي شغلة الفار بس أنا بس أتكلم في نقطة واحدة بس هزا الخطوط أنا باتكلم هزي الخطوط غير مكنعة بالمرة لأي حد يا كابتن بلال عشان تحكم إن هنا مفيش هدف أو هدف الخط اللي انت عامله دوت خط أنا من وجهة نظري خط مش مزبوط نصين نصين يعني نص جسم اللعيب ونص المدافع ونص جسم ما شفتش أنا في أي مباراة يا كابتن شريف أي مباراة بتكون في حالة صعبة هدف من عدمه الخط بقاش كده خالص بص يا كابتن بحزة فضل شوف الخط من هنا من بدايته أيو داخل التمنتاشر تعال من هنا من أخر من أول ومن هنا من هنا آه شوف همشي معاه كده داخل جوا في فرق قد إيه هنا انت عاوز تقول إن الخط ما بين الخط لخط المرمى مش مزبوط مش مزبوط ميل ازاي خلينا بس أخد بس أنا اللي أنا بشتغل عليه كنتين حاجة واحدة بس إن أنا النهاردة جايب الخط من نص من هنا من نص اللاعب هنا الخط بيجي من آخر نقطة في نص في نص الجسم اللاعب هو دوت اللي مش مديني قناعات المفروض الخط بيجي من عند الكتف يعني هو هنا المينام بالكتف لو أنت رسمت الخط بالكتف وهناك الخط نحن نقتنع بالكلام أنت عامله ولكن هذا الكلام أنا أعتقد مش أعتقد أني أولا هدف سليم هو اللي على الفرمين حتى لو ما فيش خطوط هرجع تاني كده بس يعني رجعلي بقى باللعبة العادية يعني ياريت نرجع بس باللعبة العادية بالنظر يعني ده اللي أتمد عليه للمساعد لحظة اللمس ده ديها واحدة ماشي بس ارجع تاني سنة ارجع تاني سنة صغير ساحة اللمس بس نمشي لحظة بس كتن هذه اللمس أنا هفتاح جري على بكل المقاييس بكل المقاييس الاتنين مثلا على خط واحد هدف مسبوع يعني بس بكل المقاييس بالشكل ده مع تمركز الحكم المساعد اللي هناك بسرع الخطوط هنا هدف شوف مين ميل هنا كابتن بالكتف الشمال كابتن بلال المدافع المدافع بكتف الشمال لو قلنا يا سيدي انك انت مش مش ميل او مش ميل بغز حاول ان اتنين على الخط واحد ويستمر اللعب وهنا هدف سليم يا كابتن حتى لو بالخطوط يا كابتن ما انا بكلم انت جبني خط غلط انت قطع لي من نص 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 نتفقنا ان الخط مش مزبوط ومش مكنع لأي حد واي حد هيطلع يحلل الخط ده وهيقول مش هدف يبقى هو بيتكلم كلام مش مكنع لان انت النهاردة مش مديني قناعات انا كمحلل او كمشاهد بتفرج ان الخط سليم حتى لو من عندك انت سليم انا مش مختنع انا اللي شايفه ان الخط معمول غلط الخط مش معمول من اخر نقطة اللي هي من كتف لا بكاتل ايمن هنا هنا الخلاصة ان في حاجة انا مش فهمها لا احنا فهمنا والله مقدش اقول انا متعمد ولكن انا اقول لا تعمل نهاردة هدف يعني هدف يلغى لنادل اهلي ايه ده بيحرم من نادل اهلي من المنافسة بيحرم من نادل اهلي من هو ينافس في البطولة وده يمكن المباراة النهاردة حنا بنتكلم في 12 نقطة ضائعة يا كاتل ايمن من نادل اهلي